بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم تكبير تكبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا عبد الله وإن الله يروحك لك أبو ديجانة وأن أبو ديجانة شكراً للمشاهدة 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 موسيقى بل سنة موسيقى جديد سنة وغير موسيقى هو يسكن من رهب هناك شركات تنوي موسيقى موسيقى لدينا سنراء بعض مماركة مهزة. نحن نشاجع إلى كنت مدرسوش بعمل مباشرة. نحن نشاجع إلى الهدفين من الكتب، السلطان، ثلاثية، وقع لديوين. لكننا لنأكد مستخدمين المستخدمين، ومن المزون المختلفين، امن المختلفين، وقع لديوين العشفات المستخدمين، أنت زائل هذه المستخدمات المختلفة لكما نتالج س formidable من هذا موضوع. المترجم للقناة هذه المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لك اشتركوا في القناة وكذلك نوجه الشكر الى ضيوف الكرام الذين بدلوا وقتهم الغالي في مشاركة هذه الحفلة وايضا نوجه الشكر احباب قلوبنا اساتذتنا الكرام الذين بدلوا قصارى جودين لتحفيظنا وتعليمنا القرآن المنزل من فوق سبع سماوات كما لا ننسى ادارة المركز وكل من وقف معنا وساعدنا وكان له السبق في حصولنا على المعرفة وايضا نوجه الشكر الى الآباء والأمهات الذين بدلوا النفس والنفيس والغال والرخيص لتعليم أبنائهم وبناتهم ليكونوا غدا قادة الأمة وصالحيهم فجزى الله لكل أب وأمي يركز في توجيه أبنائي نحو المثلك الصحيح وأخيرا نوجه الشكر إلى الطلاب في كيفية عنايتهم الهدوء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يرفع عنا رحمته بكثرة ذنوبنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أولا وقبل كل شيء أقدم إلى الطلبة والأساتذة والضيوف الكرام الذين شاركوا معنا في هذه الحفلة المباركة تحية أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية تعالوا نتحدث موضوعا يتعلق فضل القرآن القرآن كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد قال أحد الصالحين لم أرى خليلا يرفع قدر خليله كالقرآن فطوبى لمن اتخذ القرآن خليلا ووصف الله القرآن بأوصاف عديدة هي أسماء لو تدل على عظيم فضله وعلو منزلته وصف الله بأنه روح والروح بها الحياة والدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وصف الله بأنه نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس قالوا يا رسول الله منهم؟ قالهم أهل القرآن أهل الله وخاصته شكرا على حسن استماعكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today we'll be discussing and talking about Jafar ibn Abi Talib who was a sahaba and his raise and his well-being so my name is Edna Nurjim Ali my name is Fadima Ahmed Aynab my name is Fadima Mohammed Hashi so how was Jafar ibn Abi Talib raised Jafar ibn Abi Talib was born in 589 AD to Abu Talib and Fatima bin Tassad Abu Talib who was an uncle of the prophet was a well-respected noble man among the Quraysh however due to his big family he was struggling financially and unfortunately he was amongst the poor the devastating drought that hit the Arabian Peninsula did not help their situation but only made it worse Jafar was raised by his uncle until he was a young man then he married Asma bint Ramais after his marriage Jafar went to live on his own he and his wife were the first people to accept Islam he became a Muslim by Abu Bakr al-Siddiq companion of the prophet Jafar and his wife were devoted followers of Islam what was the reason behind the companions leaving Mecca? for many years Muslims were being harassed and discriminated against by the Quraysh because of this Jafar eventually went to the prophet and sought permission for himself and a small group of the sahaba including his wife to make hijrah to the land of Abyssinia the group of migrants left Mecca for the land of Abyssinia seeking freedom leading them and their spokesperson was Jafar ibn Abi Talib when they learned that Mohammed's companions could safely practice their religion to Abyssinia they decided to send an embassy to Al-Najashi to demand return of the fugitives they selected two envoys Amar ibn al-As and Abdullah ibn Rabia what was the reaction of the Ethiopian king? well the king's reaction to Jafar's moving speech was that he was very impressed and he was eager to hear more he asked Jafar do you have here with you something that your prophet brought concerning God? yes replied Jafar then read it to me requested the king Jafar in his rich melodious harmonic voice recited for him the first portion of Surah Maryam which deals with the story of Isa alayhi salam and his mother Mary soon as in Israel soon they settled in this new land under the care and protection of Nagus the ruler of the land of Abyssinia for which the next 10 years they will call home okay so next we'll be introducing our fellow classmates who are who presented a play about Jafar ibn al-Bitalib for the first scene will be acting as two Muslims hiding their religion and being harassed by idol worshippers Asalaamu Alaikum Wa Alaikum Salaam speak quietly so the idol worshippers will not hear us we can't stay in Meccan any longer the idol worshippers are openly harassing us and oppressing us Jafar I heard you answer the fault of Islam is this true? that is correct you dare believe Muhammad and reject your father's religion leave this place before it becomes worse for you the Muslims were being harassed at every corner and could not stay in Mecca anymore they went on a journey to Abyssinia in search for peace and protection the Muslims the Muslims oh this is coming up next and today we're going to be doing a spoken and today we're going to be doing a spoken word about the conditions from traveling to Mecca to Abyssinia the pitch black night and the starless sky our little brown boat roars on the murky sea the boat enters away from the water as if it reached the capacity of passengers on board the icy cold air cuts through our cheeks the home that was once ours had faded into the horizon the only thing around is the ocean that seemed to go on endlessly it's been weeks months the weeks it's been days weeks maybe months since our departure from Mecca and yet it feels like we just left the recent events is still fresh in my mind from the beatings in public to being isolated by the citizens every day in that city a new memory was made for the Muslims but all we can do now is pray to Allah that this will all be over that we can have our peace once again despite our body being weak and brittle our hearts are strong and filled with faith to Abyssinia we go the promised land awaits us the boat hits hard on the sandy land I get up from the cramped boat and proceed to step on shore my legs feel unbalanced and weak as if I hadn't walked in years as I help everyone off the boat I look at the sea the sun rises up lighting up the water with little gold diamonds the once dark ocean is now an azure color matching the sky I suddenly feel tears streaming down my face emotions in my heart was hard to decipher was it sorrow because our home was no longer tangible or joy because we're finally here who knows I wipe the tears off my face and recompose myself I face towards the empire and march to the entrance the rest of the group follows me leaving that little brown boat on the shore another play will another play will just resume the Muslims have arrived in Abyssinia they were seeking protection from their king there was two ambassaries chasing them that were sent by the Meccan leaders O king there is a group of evil people from among our youth who have escaped to your kingdom they practice a religion which neither we nor you know they have forsaken our religion and have not entered into your religion the respected leaders of Mecca have sent us to you to request you to return them no by God I won't surrender to anyone until I myself call them and question them about what they have been accused of if what Amr has said is true then I will hand them over if however it is not so then I shall protect them so long as they desire to remain under my protection where is the religion which you have introduced for yourself and which has served to cut you off from the religion of your people you also do not enter my religion or the religion of your community oh king we were the people in a state of ignorance and morality worshipping idols and eating the flesh of dead animals committing all sorts of abomination and shameful deeds breaking the ties of kinship treating guests badly and strong among us exploited the weak we remained in this state until Allah sent us a prophet one of our own whose legions trustfulness trustworthiness and integrity were well known to us he called us to worship Allah alone and to renounce the stones and the idols which we and our ancestors used to worship besides Allah he commanded us to speak the truth to honor the promises and to be kind to relations to be helpful to our neighbors and to seize all forbidden acts to abstain from bloodshed to avoid obscenities and fault witnesses and to not appropriate an orphan's poverty nor assign their taste women he ordered us to worship Allah alone not to associate anything with him to uphold prayer to give zakat to fast a month of Ramadan we believed in him and what he has brought to us from Allah and we follow him in what he has asked us to do and keep away from what he forbade us to do thereupon oh king our people attacked us they oppressed us they made life terrible for us they obstructed us from observing our religion so we left for your country choosing you before anyone else desiring your protection and hopefully hoping to live in justice the message of your prophet and that of Jesus came from the same source go for by God I will never send me to surrender them to you oh king these people to whom you have given refuge and whom you protect and say something terrible about Jesus ask them what they say about Jesus what do you say about Jesus son of Mary we only say what has been revealed to our prophet and what is that our prophet says that Jesus is a servant of God and his prophet his spirit and his word in which he cast to marry the virgin by God Jesus son of Mary was exactly as the prophet has described him go for you are safe and secure whoever obstructs you will pay for it whoever opposes you will be punished for by God I would rather not have a mountain of gold than that anyone of you shall come to any home Javan and his wife Asma spent the next 10 years in Abyssinia which became their second home Abyssinia became the second place Islam reached before Adina and these are the verses oh sister of Aaron your father was not a man of evil nor was your mother unchaste so she pointed to him they said how can we speak to one who was in the cradle of a child Jesus said indeed I am the servant of Allah he has given me the scripture and made me the prophet and he has blessed me wherever I am and has enjoyed upon me prayer and zakat as long as I remain alive and made me dutiful to my mother and he has not made me a wretch tyrant and peace is on me and the day I was born and the day I will die and the day I raised alive that is Jesus the son of Mary the word of truth and which they are in dispute next up we have the classmates have a speech about immigration okay so in conclusion so I leave you guys with a question is accepting immigrants specifically Muslims immigrants such a bad thing or is it a misconception in the United States Islam is a racially and ethnically diverse group and a growing one despite the recent rise in Islamophobia from dozens of different countries and representing Muslim branches of their faith Muslims now total about 3.45 million people or 1% of the US population hatred towards Muslim immigrants immigrants in general has existed in this country since immigrants stepped foot in it people assume stopping travel and trade with six predominantly Muslim countries will stop terrorist attacks well they're wrong but what it's doing is America America great because those immigrants that you are banning could be the cure to cancer the next million dollar company and one of the next unforgettable inventors for instance my parents who are Muslim immigrants who travel from our great country Somalia struggle to come to the so-called great America you'll only see no less than a terrorist by most Americans negative views on immigrants Islam and people of other races will do more harm than Americans support it every immigrant that enters the United States of America strengthens or replaces the broken parts of the American society instead of tagging Muslim immigrants with labels and threatening or to build a wall I am proud of these Muslim immigrants and I think everyone else should be too تعالى العلم والأخلاق تفدت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت وريد أنتا أراك تحب عرسا لا تخذر أبدت قلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا ميت تنتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبابك إن دعوتك لو أجبتا إلى ما في حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن لأيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذابتا ولأبو المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردتا وكنز لا تخاف عليه للصن خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا تردت تعلم وتتهتا ولم يشغلك عنه هوا مضاع ولا دنيا بزخرة فيها فتنتا تكبير تكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقا عيقوا زهرا وحان كسعو دا دوكسي أبو دجانا وحان ربا إنا إذن الله وداقو تحير الله وحو ويري قفكي سودة دال الدنيد دكره إلهي قفكي دمعي سيهي أو داريهي جنة قفكي دونة ييربا دمبدافئي الدرجوين با أقري أدون دوليكم أركو دائنكو بريا دعيفنا مقالو قلبيگان وداهر شا الله وداديهي دانهينا قود أحان الله وقلبيگان داهر نوغا يال الله ودائمو داريهي جنة آنو ودا دگنا أو دائمو داريهي جنة ندادهي إلهو دلنتان سودة دالي جنة وداد دگان درجة دكو قران أو دلحسك تغان بريهي جنة إلهي وحو آية كويري الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم رزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله today I will be reading a hadith by Abdullah ibn Mas'ud أن عبد الله ibn Mas'ud رضي الله عنه قال سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال السلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال أجهاد في سبيل الله متفققن علي I will be inviting my fellow classmate to translation بسم الله I will be translating the hadith that I'm just read I will be translating the hadith that I'm just read which was narrated by Abdullah ibn Mas'ud from Abdullah ibn Mas'ud he said I asked the Prophet صلى الله عليه وسلم which deed is loved most by Allah he replied to offer a salat at their early stated times Abdullah ibn Mas'ud asked what is next in goodness the Prophet صلى الله عليه وسلم said to be good and dutiful to one's parents Abdullah ibn Mas'ud asked what is next in goodness the Prophet صلى الله عليه وسلم said to participate in jihad for Allah's cause Abdullah ibn Mas'ud added the Prophet صلى الله عليه وسلم narrated to me these things and if I had asked more he would have told me more so the two major things that we can take away from this hadith is that one prayer is an important meeting between you and your lord it is an important connection that you must preserve constantly with that being said you must make sure to perform these prayers at the proper times as it is the most beloved deed that you can do second it is a duty for a Muslim to be kind to his parents in all ways possible you must show gratitude and humbleness before them and lastly always show respect for they are the ones who raised us and cared for us more than we can ever know love and cherish your parents with the utmost priority because it is the most beloved deed that Allah will bless being we can achieve these two things by self-discipline thank you thank you عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور وانجلا من السآم واختفى عنا الظلام فالكم من السلام أيها الإخوة الكرام وانجلا من السآم واختفى عنا الظلام فالكم من السلام أيها الإخوة الكرام دائما عبر العصور قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور عندما جتم إلينا أيها الإخوة الحضور قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور عندما جيتم إلينا أيها الإخوة الحضور عندما جيتم أغلت بسمة امتعت وظلت قراتكم فاستقرت وابكم حقا تجلت عندما جيتم أغلت بسمة امتعت وظلت قد رأتكم فاستقرت وابكم حقا تجلت بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأسحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم دين أحبتي وإخواني في الله رنتي ووحلق فرحه نرش سعادة يعدونك وحاوق قيمة بضن قف كإله سبحانه وتعالى حريقي سهيسته وحاوق السيقيمة بضن نمع ذا لا إساسي أولادها روحة وقفة إذا استدريقي سحاها حايا لنمعوين كإله سبحانه وتعالى وإنما أموالكم وأولادكم فإن الله سبحانه وتعالى أولاد الله سبحانه وتعالى إهبا إله سبحانه وتعالى وكل شيء كتاب كيسا يهبوا لمن يشاو إناثا ويهبوا لمن يشاو ذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاو عقيم السياقية ويجعلوا من يشاو 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 يشا والله سبحانه و تعالى أقول أولاد عبهينا و الـــــــــــــــــــــــــــــ.. بل عها الهي السبحانه و تعالى أعلن أنت في هذه الدنيا يأخلها أن تكون ق предлагائيا والدك انت علمه ساقران كبراي حفظييي تربيضيي اخلاق ذيسي اي حقاكتي تو اله سبحانه وتعالى قرانك وكولي يا ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين كواي اندوه كدوكسادان قلبك وكقبوكسادو والدك مركو اركو فرحو والدنا عقاب بيكون نقضيناه علمه نوعاءها وحا هبينك والله صحيحانا يا استريس يا ولول والله صحيحانا يا ولول وحا اوكيه لياه وحا فائدة علمه لغيه لياه الدنيا اهيدو انداريقانان اهيم او عسيانه اوكيه لياه والدك يا والدك النمعي سيئ داريقي صحة كفائدة لما اوضا ماهيان وحا انتا او دير هذا والدك هر مراقو علمه دينة اللبباري قرانك اللبباري تربيض اللبباري والد صالح اللي يري اواناك سنادي اعماش رقبانا يو كسب كيس والدك باسكالي هذا اصدعيه هذا اصدعيه هذا اصدعيه وحا اعمال اوكبتو والد كاسي واهلا ليسا يوتاكيسا وحا انتا ادير هذا والدك سعي يسوء ويرا ويله يكون بشاره جناده دبقه اوكو وادوهيلو علمه ينقو وهلا دبقه وقصرية والهل يشينه يألمه سيباله وقينيه صنم عوين ما وحا انتا او درسة عادة ذي محاسل وكسبن كراه وسوكو بيا علمه بضنبا يقدم بيسا اولا جهدي يدذال ادقليصي او دكسي ادكينطي او ادكو دذاشو احبارش هديسة كليما وحا اوباها انتا هاي الافتقاك الهي سبحانه وتعالى انا اسكوحرته والدك الله سبحانه وتعالى اسكوحرة اوبتك ايذريا ذي سنو الله بركيني وحا انتا او دير والدك وحسيا نمعوين الله سبحانه وتعالى او اه انبريا ذي سلا اقبلي والدك عباديسته اه انتو كذا اصلاة الليل اصوك عالمه ودعيه جهدي ايه دذالك معلنك وبحينيه دعادي ويكابيسا يوكو زيادينيسا ماه كلياناتس نقاطوح ويلمه وحبارشوكو براناية معلن بادو غلاصفي عم باد جيسه معنى دذالك وقايب بكتاهي سيدا ماركاة قرساني سبقايب او اهيت سيدا ماركاة يضحوكو براناية معلنك كل قرآن وكل قرآن وكل قرآن ملاكة الله سبحانه وتعالى باعتماده يظاهر إيسا حسك الله سبحانه وتعالى ميشل قرآن وإذا لماذا كتابك الله سبحانه وتعالى عرورتها أيضا من سمانتكو ترتميان وحن رباه شنبغلو دولار بمكو درسانية لأوبغوليو كنت أن ترتمدا قرآن كلا يقدرو لأوبغوليو كنت أن أبارا يجري مركا وإذا لم يقالي إلمانا ما أنت علمان مرتضاء صفرك كيمت قرآن كانت تحكيم كيسو حكومي علماتها يددك أهل القرآن يجوها يقول دعيا والله إلمه النوعه كتابك قرينك كجري سندك كحي قيثرتان كاللقبانه إلمه كالين كو قوليست بوكم نقضي والدك يمعلن كبا عمراء الرعاية سندكو ديس ترتانكي قرآنكو كو قوليست قلوب تيافرة إلهي سبحانه وتعالى هذا اللي قد دوني ألبابة إلهي سبحانه وتعالى إن أتقرأ عديد إلمه إيها جاجي إلهه إلمه قرآن كإيبر إلهي سبحانه وتعالى وَيْلٌ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُمَزَةٍ كَلَّا لَيُنْبَدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَذْرَاكَ مَالْحُطَمَةَ and what can make you you know what is the crusher نار الله المؤقدا it is the fire of Allah eternally fuel التي تطلع على الأفئد which mouths directed to the hearts at the hearts إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَ indeed hellfire will be closed down upon them فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَ it is extended columns so there's three lessons to be learned from the surah first one is importance of restraining the tongue in Islam bike biting and slandering are two major sins bike biting which is the malicious talk about a Muslim sister or brother who is absent slandering is talking falsely about a Muslim resulting with a damaged reputation honor is a big and sacred thing in Islam and by backbiting or slandering you are violating that honor another lesson to be learned is evils of preoccupying oneself with worldly wealth those who think their wealth will last them forever amongst those who will face evil consequences in the next life all this ignorance will cause them to go to extended lengths of which may be unethical to get his or her desired amount of wealth those who gather wealth and keep counting over and over again will be thrown into the crushing fire also known as hell by having no intention of putting the wealth into good use instead of focusing on the amount of wealth you have you should be focusing on your righteousness like the prophet sallallahu alayhi wasallam said nothing increases the lifespan except righteousness another lesson is severity of the punishments of Allah knowing the severity of the punishments hellfire holds is crucial to be aware of in order to prevent one from committing sinful acts in the hellfire you will be punished severely not dying or getting any relief repeatedly all while the doors of hell is closed upon you seeking refuge with Allah from the punishments of hellfire is very important as the prophet sallallahu alayhi wasallam said that he Allah will make them inhabitants of hellfire inter pillars stretch forth meaning there will be columns over them and they will have chains on their necks and the gates of hell will be shut upon them today I stand here in front of you very proud of the accomplishments that you have made you as students have embarked on a journey of improvement a journey of self-discovery a journey of gaining knowledge and in this process you begin to change for the better I can attest to that I have seen maturity, growth, and wisdom in all of you because of this journey a teacher's true passion is to see their students succeed and today, like my colleagues I feel that I am an accomplished teacher to see you all reach this point there is an important lesson to learn from the commitment these students have shown it is crucial to understand that these students are winners because they have done what many others have failed to do and that is called perseverance these students all came into the program in different ways some were convinced to join the program by their parents some were very curious and interested some were passionate on their own some were looking for clarification but in the end they all reached the goal called completion they did not give up quit or lay down when times got tough instead, they chose to weather the storm and push themselves to the finish line the success of a student doesn't come completely in their own it comes through the support system that such a student will get from the teachers parents, family members, classmates and finally, their own will and I want to send a special thanks to parents for being so dedicated to their children's education for being so involved and committed to their children's well-being I also want to thank the students for being true to themselves and remaining dedicated I also want to thank the administration of Al-Hikmah the School of Higher Ground Academy for allowing us to use their building and continuing to support the furthering of education and their staunch commitment to the community which they serve furthermore I want to say congratulations to the students for reaching a milestone that will play an integral part in their quest for knowledge continuing to educate yourselves should be your primary goal there is a Somali saying which means that to be without knowledge is to be without light it is of utmost importance that you continue to strive to learn to continue to be hungry to enrich yourselves by learning more and further in life in life you will continue to face hurdles life is never easy but it is not the challenge you face it is the response you give to those challenges and it is up to you to make sacrifices to reach your goals and never give up on your dreams we are nothing without dreams and goals and our job is to strive for those dreams and those goals as we have passed on knowledge to you it is now your responsibility to pass that same knowledge and more to the future generations I pray to Allah to reward you all with plentiful knowledge a heart of gold a mind of wisdom and the capacity to make a difference in this world والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته we are very proud that you will continue рас Barrage and as we will Aghroga through those dreams these dreams policies and the point we can always hear at least as we can see in this situation we will also and you thank you for inviting me and I México and I I ويأتي إلى المعودة بإغلاق المعودة ويأتي بالأسفل على الأمريكي ويأتي بشكل جيد أحد محاولة لكن الأشياء مستفى ومعرفة موضوع المعرفة المعرفة في هذا المجزء، ولم يتحقون المجزء أن يكون هناك مشغول ولكني تجد الأمر بأن يتحقون هناك ولكن يجب أن يتحقون فيه إنه عدوة وضع المنطقة وفي قريب تحقين ويجب أن أردت أن يكون هناك أنه يكون هناك مهدافة مع المنطقة وأنه يكون هناك نوعي ولكن عندما تتأكد المهمة ويساعدت والسكر لا يشتغل السلوات ويساعدت هذا بأن يجب أن يفتغل ها لوصلت على المهمة ويقوم بإذن أن ي الوضع لقد أخبرتنا إندي مشبه وإذن قيرت بحديث لماذا ما حالاته غفظها هذا ایوما لماذا زمان وساعدfully خود عن لوگ فدس وجد وعود جا معلوم تتخطي الانتالي أنت في مستوى الانتالي ولكن هناك مستوى الانتالي لأنه سيكون قد تمتها بصدق ودعي وفضلك مستوى الانتالي وانتظاهر وقت من شفتنا المترجم للعالمين كما تشعر أبداً كما تعلمون أنصب الناس وهناك عشان ويقعون أخرى وعشان وعشان بفرق بشأن يتبعون وقعون الناس من الوصف وعشان تقول أنك وعشان اشتركوا في القناة 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 كينة من ربي وكذبة به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الله بلا يعلمها إلا هو ويعلم ما في المجر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم في الإقضاء أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويوصل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتوا رسلنا وهم لا يفجدون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسمع الحاسبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدالي هاي أخطبضن بالفدي إن شاء الله تعالى مرد رينام بيزي إيوهد الواطياء مركة آرينغة وحمد صبيري مدرسلان بودجانا ستحسن كهر مركة وحاا إزويدية وحيا بها أي كور نجحين أو ما شاء الله وحسنت كستبعرده أو حفاظه أيسو أصوص عرية محايتها يسختاس وفيريه وحا إيسو بحضي معلمين توحابا كسيم ويوسين واردينتين هو يو يو كحقيقة تاد كاليم ويباي بيبلاييه المدرسة شاري مرحن حالكانس هو مرحن ميشان صارو مكوح بدين المترجم للقناة الله مارتا هو أول مريو رسولك عليه الصلاة والسلام وحكا سبنا ذاين ويري إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بها آخرين إلهي القرآن كان أموت بمارتا كله قادا وكل إسايا قارك لنا وحصفه قد يأمرك إلهي إن بدل هو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم القرآن كي إمارتا إن دتك أهل القرآنك وحكا الشيخي الشيخ طوكل الشيخ جمال يعلم ذي يقول ريسي مارك إن شاء الله تعالى ودعيني إذكر إن شاء الله ومين الله اللهم بسم الله الحمد لله وذناء لله الصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب أمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك اللهم إلا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إلا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا اللهم إلا نسألك الجنة وما قرر إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرر إليها من قول وعمل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى إنت حنوصن إلهي أعافي إنت حنوصن قفك حنوصن قربا والدين تودي حنوصن قربا عرور تودي حنوصن قربا إيقا حقا واحد ريم إنت حنوصن عموما إلهي سبحانه وتعالى عفما دكتك أهلأسي إنت مارتبرا وإن حقا بيانا إلهي أخوذ دي بيانا إلهي أخوذ دكتك الكعبات ونوال عبدي الشيخ نوال 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 وإن شاء الله أرضي تحقا وأدنى نور جمعالي أدنى ما شاء الله تكبير ما شاء الله أرضي أدنى بحكتة وأنيسة نور جمعالي ما شاء الله تكبير ما شاء الله ما شاء الله وياي أرضي دكتة وفرتوزة عبد الزام أحمد أرضيك أكتة وفاطمة محمود حاشي فاطمة أرضي دكتة وأميمة عبد الرزاق حلد وإن شاء الله أرضي دكتة وفاطمة أحمد عينب شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة ماشاء الله ماشاء الله ما يلاها سنبسوك هو بينا إن شاء الله برغم كيني